فهذا هو التنبيس وهذا هو التغيير بأبنائها وبشبابها تُخَلْ فَلَدَاتِ الْأَسْبَاتِ وَيُدْفَعْ بِهَا لَى مَحَلَّاتِ مَعَارِكَ طَاحِنَةِ اللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يُجْنِفِيهَا لا وأكثر من ذلك هذه الجماعات نفسها متناحة باعش حارب داعج وداعج حارب قاعج وقاعج حارب مأدن من وقتل وقتال هذا حاله نراه نحن بأعيننا لسنا مغيبين نحن عما يجري على الساحة فين هذا الإسلام الذي يدعا إليه؟ فين هذا الجهاد الذي يدعا إليه؟ الجهاد شرف الله به هذه الأمة أمة الجهاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن الجهاد له موابطه وله شروطه وله قواعده وله أهله الذين يتكلمون في بيانه شرعاً وأهله الذين يأمرون به قيادة هم الذين يسمع لهم ويطاع لهم أما هؤلاء فإنما هم دعاة فتنة وهذا الذي يسمونه جهاداً هذا فتنة وشاء أم أبا نحن نقولها من بلء أفواعنا هي فتنة نسأل الله جل وعلا أن ينقذ أبناء المسلمين منها والحمد لله الذي وفق حكامنا في هذه البلاد إلى بيان ذلك وهم من أول يوم قد بيّنوا الفرق ما بين الجهاد وما بين الإنهاب هذا الذي اجتُلب به على أمة الإسلام الكوارث من أفغانستان إلى تونس وإلى حدود تركيا في العالم العربي بما يسمى جهاد وهو في الحقيقة ليس بجهاد بل هو فتن وإفساد نسأل الله العافية والسلامة فاللهم سلِّب سلِّب اللهم الطف بنا وبالمسلمين نسأل الله جل وعلا أن يرد وأن المسلمين إليه وقتا جميلة وأن يوفقنا لكل خير وأن يجلب بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين كل شرط وأن يصرف عن أهل الإسلام الشهور بمختلف أنواعها